أعلن رئيس وزراء لوكسنبورغ زافي بيتيل في ختام قمة أوروبية تركية في بروكسل أن القمة المقبلة للاتحاد الأوروبية المقرارة يومي السبع عشر وثامن عشر مارس الجاري هي المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن أزمة المهاجرين وكانت تركيا ساعدت موقفها بشكل مفاجئ عبر مطالبتها الأوروبيين المنقسمين حول كيفية مواجهة أزمة الهجرة بأن يقدم لها مساعدة مالية إضافية للمساهمة في وقف تدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والقبول بأعادة أعداد منهم إلى أراضيها الرئيس والتركي رجب طيب أردوغان يواجه اتهامات بالاتجار بمأساة لاجئين سوريين لتحقيق تطلعات بلاده للانضمام لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي مستغلا حاجة هذه الدول له فيما يتعلق بوقف تدفق موجات اللاجئين السوريين الذين تتزايد أعدادهم رغم الإجراءات المشددة التي تقوم بها دول العبور ويلفت محللون إلى أن دخول تركيا للاتحاد الأوروبي كان ومازال واحدا من أهم الأهداف التي ركزت عليها حكومة أردوغان في مفاوضاتها معه حول مشكلة لاجئين سوريين في وقت يسعى الاتحاد إلى إعادة لاجئين الذين لم تتوفر لهم أو رقوا اعترافات باللجوء والإقامة وهو أمر مرهون بقبول الحكومة التركية استقبالهم مجددا وتخشى دول أوروبا امكانية اندساس أعداد كبيرة من الإرهابيين بين موجات اللاجئين السوريين وتتحسب لاحتمال تكرار سيناريو باريس فضلا عن الأحداث المتفرقة التي يتورط بها بعض اللاجئين وتسالط وسائل الأعلام الغربية الضوء عليها بشكل متعمد وبدأت هذه الدول تنظر إلى أزمة اللاجئين على أنها كابوس يؤرقها وتخشى نعيكسات مستقبلية في ظل دعاية مكثفة تبثها تيارات يمينية متطرفة ترفض استخدام هؤلاء اللاجئين إلى أوروبا اشتركوا في القناة